اهلا بحضراتكم لا يبدو ان العام الماضي كان اعظم عام بالنسبة لايلون ماسك بعد ان تبين انه فقط 200 مليار دولار من ثروته بعد تصدر لقائمة اغنى الاشخاص في العالم لمدة 4 سنوات منذ حصوله على لقب اغنى رجل في العالم لاول مرة لما تجاوز جيف بيزوس مالك امازون في عام 2017 تراجع ايلون ماسك في التصنيف وفقد لقبه كاغنى شخص في العالم لصالح عملاق الازياء بيرنارد ارنو وفقا لمتتبع الثروة في الوقت الفعلي من فوربس في نهاية عام 2022 ولكن رغم ما فقده كانت لتزال قيمة ثروة رئيس تيسلا وسبيس اكس وتويتر تبلغ حوالي 140 مليار دولار في نهاية عام 2022 بعد ان اشترى ايلون ماسك موقع تويتر بدأ ان الامور اخذت منعطف نحو الاسود وتراجعت ثروته الى 137 مليار دولار وتراجعت قيمة حسته في تيسلا حيث باع ماسك ما يقرب من 40 مليار دولار من اسهم شركة تيسلا مما ترك المستثمرين غير سعداء خليني افكر حضراتكم ان ماسك ظهر لاول مرة في قائمة فوربس للمليارديرات في عام 2012 بقيمة صافية بلغت حوالي 2 مليار دولار وحاليا شركته سبيس اكس هي الاكثر قيمة بين شركاته حيث يملك 44.8 مليار دولار من الاسهم في تلك الشركة ايضا الى جانب شركة سبيس اكس بيملك ماسك شركة تيسلا وتويتر لكنه يجذب الاهتمام السياسي بشكل اكبر من خلال تغريداته وردود افعاله وردود الفعل عليها كما يرأس ايضا شركة السواريخ سبيس اكس ونورلينك وهي شركة ناشئة بتعمل على تطوير وجهات لربط الدماغ البشري باجهزة الكمبيوتر وبالرغم من خسارته التاريخية الا ان ماسك ليس الملياردير التكنولوجي الوحيد الذي تقلصت صروته في الفترة الماضية حيث خسر اباطرة التكنولوجيا مجتمعة حوالي 344 مليار جنيه سترليني في عام 2022 ويعده العام الاسوأ بالنسبة لهؤلاء المليارديرات خسر بيزوس 84 مليار دولار وخسر مارك زكربيرج مالك فيسبوك 81 مليار دولار وبالرغم من كون زكربيرج اعتاد ان يصنف ضمن اغنى 10 اشخاص على هذا الكوكب خلال السنوات القليلة الماضية فقد وصل الان الى المركز الـ 25 تقريبا في قائمة اغنى الاشخاص على مستوى العالم دي كل التفاصيل المتعلقة بتراجع ثروة ايلون ماسك بعد الخسائر الكبيرة اللي تعرض لها في عام 2022 واشكركم على حسن المتابعة واللقاء في تقطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابق